السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياب من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله مع منهج التيرم الاول او الصف الاول الابتدائي والنهاردة ان شاء الله هنبتدي نشرح يونت ون الوحدة الاولى هذا انا وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم زي ما عرفنا في الدرس اللي فاتي اصحابي ان منهج connect plus بتاع التيرم الاول بيتكون من two themes او من محورين theme one او المحور الاول اسمه am I من اكون وبيكلمني عن نفسي وعن البيئة اللي حوالي وعن المجتمع بتاعي ويونت ون الوحدة الاولى اسمها this is me او هذا انا وهنا في اليونت دي بنتكلم عن نفسنا عن اجزاء الجسم بتاعتنا وعن حاجات كتير تخصينا واول حاجة هناخدها في يونت ون هي ازاي بقول للحد hello 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 يعني اهلا hello يعني اهلا وبعدين بسأله على اسمه وبقول له what's your name what's your name يعني ما هو اسمك مرة كمان what's your name فهو المفروض بيرد علي وبيقول لي اسمه فبيقول لي I am وبيقول اسمه I am حسام I am نها I am احمد فبيقول I am وبعدين بيقول اسمه لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة واتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسمة لوحدها تقدر توصل لأي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموع بتاعتنا على الفيسبوك فبقول له hello اهلا what's your name ما هو اسمك فهو بيرد علي وبيقول لي i am وبيقول اسمه فبقول له بعد كده how are you how are you كيف حالك how يعني كيف are you كيف حالك how are you كيف حالك فهو بيقول لي i am fine فهو المفروض بيرد علي وبيقول لي أنا بخير أنا كويس i am fine أنا بخير thanks شكرا لك أنا بخير شكرا لك i am fine thanks thanks i am fine وفي الآخر وفي الآخر خالص يا أصحابي واحنا ماشيينه هنسيب بعض بنقول لبعض goodbye 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 يعني مع السلامة ممكن وانا بكلم عن نفسي اقول انا ولد i am a boy i am a boy i am a boy يعني أنا ولد طب لو أنا بنت بقول ايه i am a girl i am a girl i am a girl يعني أنا بنت تاني جزء يا أصحابي في درس النهاردة وهو جزء مهم جدا لازم نبقى عارفينه كويس هو parts of the body parts of the body parts يعني الأجزاء parts يعني أجزاء of the body الجسم النهاردة هنتكلم عن أجزاء جسمنا ونعرف أسماءها ايه بشكل صحيح أول حاجة يا أصحابي عايزين نعرفها هي eye eye يعني عين eye e y e يعني عين عين واحدة يعني i طب عينين اتنين يعني ايه بنحط اس بعد i بتبقى eyes ودي اسمها اس الجمع بتبقى اسمها أعين أكتر من عين وأكتر من واحد in English language أو في اللغة الإنجليزية يعتبر جمع يبقى i هي عين واحدة لما بحط لها اس بتكون eyes eyes يعني عيون أو أعين أكتر من عين فلما أجي أشاور على عيني أقول this is هذه هي my eye my eye يعني عيني my هنا أداة ملكية بتقول إن الحاجة اللي هتكلم عنها دلوقتي ملكي بتاعتي this is هذه هي my eye عيني وهنا لازم نتكلم يا أصحابي عن أدوات الإشارة وإحنا كنا خدناها السنة اللي فاتت هنفكركم بيها مع بعض أول حاجة لما باجي أشاور على حاجة واحدة قريبة مني في المكان أو حتى موجودة في جسمي بقول عليها this is هذا أو هذه هو أو هي يبقى لما بشاور على حاجة واحدة قريبة مني في المكان أو شخص واحد قريب مني في المكان بقول عليه this هذا أو هذه طب لو أكتر من شخص أو أكتر من حاجة موجودة قريبة مني في المكان بقول عليها this وبقول بعد منها R This بيجي معها S لأن S هنا يكون للمفرد R بيجي معها Z لأن Z هنا جمع بتقول هؤلاء لأن هي بتشاور على جمع وR هنا معناها يكونه فلما بيجي أشاور على شخص واحد أو حاجة واحدة وريبة مني في المكان بقول عليها This وبيجي معها S يعني هذا أو هذه هو أو هي لكن لما بشاور على مجموعة حاجات أو مجموعة أشخاص قريبة مني في المكان بقول عليها This وThis بيجي معها R This يعني هؤلاء وR طبعا يكونه These are هؤلاء يكونه مرة كمان This is هذا أو هذه هو أو هي و These are هؤلاء يكونه وطبعا الأداتين دول اسموهم أدوات إشهارة لما بشاور على حاجة واحدة قريبة مني في المكان بقول عليها This is لما بشاور على مجموعة حاجات قريبة مني في المكان بقول عليها This are وطبعا ما فيش حاجة أقرب مني أكتر من جسمي فلما باجي أشاور على جزء في جسمي لو جزء واحد بقول عليه This is ولما بشاور على مجموعة أجزاء في جسمي مع بعض بقول عليها This are فنرجع لعيننا لما بنشاور على عين واحدة من أعيننا بنقول عليها This is وطبعا ماي زي ما قلنا هي أداة الملكية اللي معناها ملكي My eye يعني عيني This is My eye هذه هي عيني طب لو بشاور على العناية الاثنين بقول عليهم This are my eyes Eyes حطنا لها اس الجمع علشان نقول إن هي عناية الاثنين مرة كمان This are my eyes قولوا معايا يا أصحابي These are my eyes وطبعا لما باجي أقول إن أنا عندي أو أنا أملك بقول I have فلما أقول أنا عندي عينين اثنين بقول I have two eyes وخلوا بالكو يا أصحابي إن منها Connect Plus من الـ Contents بتاعته أو المحتويات بتاعته كل يونت بيبقى فيها جزء خاص بالماث أو بالرياضيات بفكرنا كده ببعض المعلومات الخاصة بالماثماتيكس أو الرياضيات طبعا ده إلى جانب الماث أو الرياضيات المقررة علينا في منهج Discover فأنا لما أجي أقول إن أنا عندي عينين اثنين بقول I have two eyes I have two eyes أنا أملك عينين أو أنا عندي عينين من اثنين اللي تاني بارت في جسمنا أصحابي هنتكلم عنه النهاردة وهو الإير الإير أو الأزن إير إير يعني أزن إير إي إي آي آر إير يعني أزن طب لو عايز أقول أكتر من أزن أزان يعني بحط لها إس الجامع شطرين يبقى بتبقى اسمها إيرز إيرز يعني آزان أكتر من أزن لما باجي أشاور على أزني بقول This is my ear بقول إيه This is my ear شطرين طب لو بشاور على أزني الاثنين بقول These are my ears شطرين These are my ears شطرين يا حبيبي ولما باجي أقول أنا عندي أزنان أزنان بقول إيه I have two ears I have two ears شطرين كلكم ونتنقل لتالت جزء وهو النوز النوز أو الأنف نوز يعني أنف نوز يعني أنف وطبعا لما باجي أشاور على أنفي بقول This is my nose This is my nose مرة كمان This is my nose وبما إننا ما عندناش غير أنف وحدة أو one nose فبنقول I have one nose I have أنا أملك أنا عندي one nose أنف وحدة مرة كمان I have one nose ونروح للبارت اللي بعد كده اللي هو الماوس أو الفم طبعا لما باجي بشاور على فمي بقول This is my mouth This is my mouth شطرين وطبعا يا أصحابي جوه الفم بتاعنا في حاجة اسمها أثنان طب السن الوحدة اسمها إيه؟ اسمها توس 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 يعني سن هي سنة وحدة تي او او تي اتش توس طب جمعها إيه؟ جمعها تيس 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 يعني أسمان تي اي اي تي اتش ولكن ناخد بالنا هنا يا أصحابي إن احنا ما حطناش لتوس اس الجمع لأن هي لها القابة بتاعتها الوحدة توس يعني سن وحدة تي او او تي اتش الجمع بتاعها بيكون اسمه تيس تيس يعني أسنان تي اي اي تي اتش وطبعا تيس يعني أسنان وطبعا لما باجي بشعور على أسناني بقول إيه أصحابي أسنان يعني جمع تيس يعني جمع أكتر من سن بنقول عليها this is ولا these are شطرين كلكم بنقول عليها these are my teeth these these are my teeth مرة كمان these are my teeth هذه هي أسناني وبعد كده لازم نكون عارفين الشعر بتاعنا اسمه ايه؟ شعرنا اسمه هير 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 يعني شعر لما باجي أقول أنا عندي شعر طويل بقول I have لونج هير 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 شعر شعر طويل I have لونج هير مرة كمان I have لونج هير طب لو أنا ولد مثلا مؤثر شعري فبقول I have شورت هير شورت يعني قصير وهير يعني شعر I have شورت هير مرة كمان I have شورت هير وطبعا زي ما احنا عارفين ان الـ H بتتنطق كأنها حرف اله قولنا هير ممكن نلاقي بورتتين في جسمينا بحرف الـ H ايوه طبعا زي مثلا هاند هاند يعني يد هاند ادنا اسمها هاند وجم هاند بنحط لها S الجم وبيبقى اسمها هاند هاند يعني ايدي هاند يعني ايدي اكتر من ايد واحدة وطبعا لما باجي بشور على ايدي بقول This is my hand This is my hand هذه هي يدي طب لو عايز اشور على قدية الاثنين بقول These are my hands شطرين طب درعنا اسمه ايه يا اصحابي درعنا اسمه arm يعني زراع arm arm يعني زراع arm arm يعني زراع طبعا لما باجي بشور على زراعي بقول This is my arm طب لو عايز اكلم عن درعاتي الاثنين بقول These are my arms شطرين كلكم طب رجل رجل يعني ايه اصحابي رجل يعني leg 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 يعني رجل leg و رجلين يعني legs legs يعني ارجل اكتر من رجل لما باجي بشور على رجلي بقول This is my leg This is my leg ممكن كمان اقول I have two legs I have two legs شطرين طب رجلنا فيها جزء من تحت اللي هو اسمه القدم القدم اللي هي foot foot يعني قدم واحدة جمعها feet feet يعني اقدام حتى كرة القدم اسمها foot bowl foot bowl يعني قرة القدم يبقى زي ما قلنا على tooth and teeth foot foot يعني قدم واحدة وجمعها feet feet f-e-e-t يعني اقدام طب رعبتنا يعني ايه يا اصحابي رعبتنا يعني neck 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 يعني رقبة لما باجي اشاور على رقبتي بقول this is my neck this is my neck ما رقمان this is my neck طب وجه وجه يعني ايه وجه يعني face face f-e-c-e face 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 لما يجي ادي لك اردر واقول لك wash your face wash يعني اغسل your face واجهك wash your face ودي طبعا حاجة اسمها instructions instructions او تعليمات انا ممكن ادي لك تعليمات واقولها لك تعملها مثلا لو انا بامتحنك مثلا وشوف انت فاهم الا انا بقوله ولا لا فاقولك wash your face فانت تعمل نفسك بتخسل وشك wash your face ممكن كمان اقولك turn turn يعني يدور يعني يلف turn فلما اقولك turn around turn around ممكن كمان اقولك touch touch يعني يلمس touch touch يعني يلمس touch touch your nose touch يعني يلمس انفك touch your nose touch يعني يلمس انفك وطبعا لما ايجي اسلم على حد بايدي ده اسمه shake hands shake hands يعني يتصافح بالايدي وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الش ارناهم ش ش زي حرف الشين في اللغة العربية وعندنا هنا على القناة فيديوهات خاصة بالفونكس او الصوتيات بتعلمكوا نطق الحروف المختلفة جميلة جدا لو حابين ترجعوا لها وتعرفوا ازاي بتندقوا الحروف المختلفة تقدروا تتفرجوا عليها وهتلاقوها موجودة في قائم التشغيل فزي ما قلنا shake hands shake hands يعني يتصافح بالايدي ممكن كمان لما اقولك brush brush لوحدها بمعنى فرشة لما اقولك brush your teeth brush your teeth brush your teeth يعني فرش اسنانك يعني اخسل اسنانك بالفرشة brush your teeth brush your teeth brush your teeth لما اقولك صرح شعرك بالمشت مشت يعني com 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 c o m b والbe هنا silent طبعا زي ما قلتلكوا تقدروا ترجعوا للدروس الفونكس اللي بتعلمكوا امتى الحروف بتبقى silent وامتى ما بتبقاش silent تلاقوها موجودة على القناة تقدروا تتفرجوا عليها بمنتعل سهولة فلما اقولك صرح شعرك بالمشت يعني come your hair come your hair come your hair وكمان لما اجي اقولك clean clean يعني نظف clean your room يعني نظف قطك دي برضو instruction ممكن اقولها لك تعليمات ممكن اقولها لك وممكن اقولك كمان clap clap يعني يصفق clap clap your يعني يصفق لما اقولك سقف بايدك اقولك clap your hands clap your hands يعني سقف بايدك clap your hands ممكن كمان وانا بقولك instructions او التعليمات دي وانا بختبرك اشوفك فاهم انا بقول اي ولا لا اقولك stand up stand up stand up يعني قف هكسها على طول sit down sit down sit down sit down يعني اجلس ولما اجي اقولك مثلا اسمع للمعلم بتاعك هقولك listen to your teacher listen to your teacher يعني اسمع للمعلم بتاعك listen to your teacher ولما اقولك احسنت يعني عملت عمل جيد اقولك well done well done well done well done يعني احسنت ممكن كمان اقولك sing a song sing يعني اغني و song يعني اغنية sing a song يعني اغنية و دي كانت اخر حاجة في درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت اتمنى كمان ان انت تحفظوا كل ال body parts اللي احنا قلناها النهاردة والجمل اللي عليها تكونوا عارفينها كويس و لو استفدت من الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب و خليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة و هتفرق معا كتير و انت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد و ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك و على المجموعة بتاعتنا كمان و انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او الوصف اسفل الفيديو و في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع و دائع والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته